يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم وللأسف الزمالك يخسر أمام الشباب السعودي بهدف بنيجة في الدقيقة 44 من ضربة جزاء إيفر بنيجة واحد من اللعبين أرجنتيني الكبار جدا واحد من أفضل اللعبين في العالم موجود مع الشباب السعودي لعب وسط الشباب سجل هدف الشباب الوحيد في مرمى الزمالك اليوم الزمالك حاول على فترات أنه يدخل في المباراة بصراحة البداية ما كانتش جيدة خالص خالص كان فيه حرص زيادة احنا دايما بنطلب من أسوره أنه يبقى فيه حرص دفاعي بس النهاردة كان الحرص زيادة زيادة لدرجة أنه ما كانش فيه شكل هجومي كبير لنادي الزمالك لحد ما الشباب سجل هدفه بعد ما الشباب سجل هدفه بدأ الزمالك يحاول يدخل في المباراة كان له بعض الفرص على استحياء فرص سهلة منهم كرة رائعة جدا من زيزو ويرتطمت في القائمة حظوا سيء زيزو في القائمة بصراحة وفي العارضة يعني دايما يهم في القائمة يهم في العارضة بس هنا لازم أقول حاجة وهفضل أقررها وهفضل أقولها ومش هزا أن أنا أقولها أجماعة مفيش فريق يعتمد على لاعب واحد وينجح طول الوقت إحنا أشدنا كسيرا بالزمالك زمالك اتحاد المنستير زمالك المكونون العرب بس دايما هتلاقي مركز قوة الزمالك في المباراة الجيدة أو حتى في المباراة اللي الزمالك بشكل عام يعديها بشكل ضعيف هو زيزو زيزو ثم زيزو ثم زيزو وبعد كده ييجي لعبين آخرين بيعملوا أدوار يعني دونجة عمل مباراة جيدة النهاردة فتوح في مشاكل كتير في وسط الملعب إن فتوح إليها في وسط الملعب يلعبش في مكانه الأساسي بس برضو فتوح له لمسات مهمة تحديدا كان الشيط الأول النهاردة جيد من تاني شيكبالا المباراة الماضية كان جيد واسم كبير يبقى شيكبالا في كل أحواله ويمكن يصنع الفارق في أي وقت بس هو زيزو هو زيزو لما تقول لي مفتاح لعب الزمالك هقول لك زيزو لما تقول لي نقطة كوة الزمالك هقول لك زيزو لما تقول لي مين اللي بيصنع في الزمالك هقول لك زيزو لما تقول لي مين بيسجل في الزمالك هقول لك زيزو طب وبعدين ما ينفعش مقدر جدا إنه الزمالك برضو داخل هذه البطولة بقائمة ما زال فيها الكثير من النواقص وما نقدرش نلوم قوي على التشكيلة الحالية إنها تعمل مباريات عظيمة قدام فرق قوي جداً وعندها تدعمات عظيمة تحديداً زي الشباب والأصعب هيبقى أكيد فريق النصر لقبل ما أخش كان كسبان تقريباً أربعة واحد قدام اتحاد منستير فالأمور صعبة على القوام الأساسي أو القوام الحالي نادي الزمالك في هذه البطولة بس بس عندنا أمال كبيرة إن الزمالك يلعب مباراة النصر بالإسم بقى بالتاريخ بالسمعة الطيبة السمعة التاريخية الكبيرة لنادي الزمالك أنا مش بتكلم عشان الناس ما تقعدش تقول لي إيه إنت بتقول أي كلام مش هقولك القوة الفنية والقدرات الفنية عند اللاعبين هنا واللاعبين هناك في النصر لا فيه فارق فيه فارق واضح فيه كلام من الساديو مانيه كمان ممكن يلحق المباراة اللي جاية يلعب مع النصر يعني المباراة دي ففيه فارق فيه فارق يعني كريستانو نضله لوحده يصنع الفارق بس عندهم تليسكا وعندهم عدد كبير من اللاعبين المهمين آخرين زي بروزيفيتش وآخرين يعني طيب وبالتالي أنت محتاج بقى إيه تستجمع التاريخ أنت لعب الزمالك تقول أنا لعب في نادي الزمالك وإنت نازل الملعب أنا هلعب بقدرات مضعفة لقدراتي عشان بلعب باسم نادي الزمالك أنا بلعب باسم الكرة المصرية كلها يلعب الزمالك يقدر يكسب النصر آه مش مستحيل بالمناسبة وبرضه مش صعبة قوي يعني هلا مستحيل ولا صعبة قوي أنت في الأول والآخر أنت مش راح تلعب ريال مدريد أنت بتلعب آه فريق محترم جدا بس كان بيخسر في الدوري السعودي كان بيتعادل في الدوري السعودي فأنت تقدر تكسبه عادي وفرق أقل منك يعني فرق أقل من الزمالك كان بتكسب النصر آه استثناءات بس أنت ممكن تعمل الاستثناء ده عادي وليه استثناء هرجع تاني وأقول الأصل أنت الزمالك فانت يلعب باسمك وتاريخك وإن شاء الله يوم الخميس يبقى الأمور جاية